لمزيد من التفاصيل تنضم إلينا شبكة مراسلين من بغداد حيدر البدري ومن الناصرية أحمد السعيدي ومن أربيل مشرق المنصور أبدأ معك حيدر حدثنا عن وضع التلقيح في بغداد هناك إقبال على اللقاحات هل تغيرت وجهة نظر المواطن تجاه اللقاح؟ أهلا سفيان أهلا بكل من يشاهد يو تيفي الآن نعم مراكز التلقيح اليوم تغص بمن يرغب بتلقي اللقاح الموضوع اختلف عن قبل أشهر بسيطة ربما قبل ثلاثة أشهر كان العكس أنه الوزارة وصلت إلى حد التوسل بالناس من أجل الذهاب إلى مراكز تلقيح اليوم لا نشاهد مراكز تلقيح كلها ممتلئة كلها مزدحمة يصل الانتظار لأجل أخذ الجرعة إلى ست ساعات وسبع ساعات بسبب الزخم الكبير الموجود وجهة نظر الناس بصورة عامة تغيرت نحو أخذ اللقاح نحو كسر سلسلة المرض التي تنتشر في العراق لكن مع ذلك ما زلنا في أول الطريقة يعني إحصائيات لوزارة الصحة تقول أن 24 مليون شخص يجب أن يأخذ يعني هو مؤهل لأخذ اللقاح على الأقل 70% منهم يجب أن يأخذوا اللقاح كي تكسر سلسلة المرض وبالنتيجة يعني مصطلح من مناعة القطيع أن ينتشر في العراق هذا الشيء الآن ما زلنا جدا مبكرين عن هذا وفق بعد تزايد يعني معدلات أخذ اللقاح ما زال لدينا طريق طويل حتى نصل إلى هذه النسبة اليوم النسبة ما زالت لا تتجاوز الأربعة بالمية الخمسة بالمية في أفضل الأحوال ويجب أن نصل إلى السبعين بالمية مع ذلك الوعي بدأ يزيد في الشارع اليوم نشاهد كثرة الذين يعني يرتدون عدد الوقاية من كمامات من معاقمات من كفوف بدأت تزيد في الشارع التجمعات بدأت تقل نوعا ما نعم سفيان نعم وبنتيجة نأمل أنه قد تكون الأعداد الأخيرة المخيفة التي ظهرت اليوم 12128 حالة إصابة 71 حالة وفاة ربما تكون جرس الإنذار الأخير للعراقي نعم خلينا حيدر أنتقل إلى النصرية مع أحمد السعيدي أحمد النصرية تعد المدينة الرابعة بتسجيل أعلى حالات إصابة بكورونا هل هناك يعني إجراءات للحد من تفشي هذه الجائحة ما وضع حالة التلقيح بالمدينة هل هناك إقبال حدثنا أكثر نساء الخير سفيان نعم الناصرية ما زالت تسجل أرقام لافتة في عدد الإصابات اليوم نحو ألف إصابة سجلتها المحافظة وأيضا أرقام الوفيات أيضا ملفتة اليوم ست حالات وفاة وهو معدل مرتفع منذ أكثر من أسبوع لكن على صعيد ذي صلة أيضا أن أعداد الملاقحين ازدادت في مدينة في معموم محافظة الذقار منافذ التلقيح أيضا ازدادت اليوم محافظة الذقار ومديرية الصحة تتحدث عن 8000 ملقح وضمن حملة أطلقتها مديرية الصحة أسمتها حملة نستطيع وبالتالي هي تسجل أعداد مرتفعة من الملقحين خلال أسبوع واحد وهي تقترب من معدل المائة ألف ملقح وهي نسبة عالية للذين يستحقون اللقاحات في المدينة والذين تقدرهم مديرية الصحة بمليون وثمانمائة مواطن أيضا مديرية الصحة فتحت وعززت أعداد المنافذ التلقيح اليوم ارتفعت إلى أكثر من 40 منفذ ومع بداية شهر أب ستكون هناك أكثر من 76 منفذ آخر وأيضا عززت منافذ أغرى في الجامعات في النقابات في الكليات الأهلية وأنا اليوم استفدت من هذه المنافذ وتلقيت جرعة من لقاح الفايزر ما عندك إلا العافية أحمد أنتقل إلى أربيل من هناك مراسلنا مشرق شاهدنا مجموعة إجراءات تخذتها سلطات الإقليم منها منع دخول السائحين غير الملقحين حدثنا عن أبرز القرارات نعم مساء الخير عليكم وعلى كافة مشاهدي وتيفي وجهت حكومة إقليم كردستان على سان المتحدث الرسمي باسمها لوما وعتبا لمواطنيها كون أن الالتزام بالإجراءات الوقائية من كورونا لم يكن بالمستوى المطلوب ما أدى إلى إصابات كثيرة غير مسبوقة في إقليم كردستان زادت عن 3500 إصابة في إقليم كردستان نحو ربعها في أربيل في عاصمة إقليم كردستان ما حدا بالحكومة هنا لاتخذ عدة إجراءات أقرت عدة إجراءات لأقرتها لجنة مكافحة كورونا بعد تقييم الأوضاع هذا الأسبوع وأقرت بأن الموظفين في الفنادق والموتلات والمرافق السياحية يجب أن يكونوا ملقحين أو أن يبرزوا أوراق تثبت فحصهم فحص البي سي آر لا يزيد عمره عن 72 ساعة كذلك فإنها منعت السائحين القادمين من العاصمة بغداد أو مدن العراق كافة بالدخول إلى الإقليم ما لم يكونوا ملقحين قد أخذوا اللقاح من كورونا أو أنهم يحملون فحص البي سي آر لا يزيد عمره عن 48 ساعة أو العودة فلا دخول لهم في هذه الحالة كذلك فإن الإجراءات لم تتضمن فرض حظر التجوال لكنها ألمحت الحكومة في حال استمرت زيادة وتيرة الإصابات فإنها من الممكن أن تفرض حظرا للتجول في عمومي إقليم كردستان نعم أتفل بهذا القدر وأعتدر منك لضيق الوقت شبكة مراسلين من بغداد حيدر البدري ومن الناصرية أحمد السعيدي ومن أربيل مشرق شكرا جزيلا لكم اشتركوا في القناة